صباح الفل على أحلى جروب النهاردة مش عارفة أنا جاية في موت كده أن أنا عايزة أتكلم عن حاجة أنا شايفيها الفترة دي كتير قوي يمكن معرفش ليه هل بسبب كورونا ولا إيه بس حاسة السنة اللي فاتت بالزات يمكن معي أنا شخصيا حاسة الواحد ابتدى يشوف كده عينات كده معينة من الناس ابتدت تظهر وتظهر بدل المرة مرتين وتلاتة في حياة الواحد فده خليني إن أنا إن كان ده السبب اللي أنا عايزة أعمل الفيديو ده النهاردة أو حاسيت إن أنا في الموت ده قبل الشغل وكده يعني في ناس بتحس دايما إن هي مظلومة إن هي الحياة في ظلامتها وفي نفس الوقت هي شايفة إن الدنيا أو الحياة ما فيهاش عدل لإنها بتبقى شايفة إن ربنا ما تدي ناس ما تستحقش وكلمة ما تستحقش معناها إن الناس دي مش من وجهة نظر الشخص ده لا معناها إن الرجل ده قصر أو الست دي قصرت السوابة اللي إحنا عارفينها يعني كدابة طول الوقت أو كداب طول الوقت خين أو خينة طول الوقت يعني في حاجات إن إحنا ما يختلفش عليها اتنين فهي دي السوابة اللي أنا بتكلم عليها لإن مش من وجهة نظري أو وجهة نظر الشخص اللي هو حاسس مثلا إن هو مظلوم عشان هي ما هي ممكن تكون بتعمل حاجة عادية بس هو شايفها كده فهم؟ فأنا بتكلم من وجهة نظر السوابة ففعلا فبنيجي بتلاقي فيه نوعين من الناس اللي هي حاسسا هي مظلومة فيه نوع فعلا النوعين مظلومين النوعين الحياة هقول ما دتهمش البيزيك اللي هم عايزينها أو يعني أنا بتكلم برضو في البيزيك يعني بتكلم في حتة اللي هو الأكل الشرب السكن الحاجات البسيطة أو طرفية يعني الحاجات الأساسية اللي تخلينا نعيش كويس وفيه ناس الاتنين زي ما قلت الاتنين مظلومين بس فيه ناس دايما حاسا هي مظلومة لدرجة إن ربنا لما بيعوضها أو بيقول خلاص حملك أو حملك خلص ويبتدي يدي أو يدخل في زمن التعويضات مع الناس دي بكل أسف الناس دي بتبقى مش شايفة بتبقى مش شايفة إن ربنا عوضها ممكن يكون مثلا واحدة سبت جزها أو واحد سمراته اطلقوا انفصلوا تماما ومثلا ربنا عوضوا بواحدة أو ربنا عوضها بحد كويس قوي يعني كان فيه كل الصفات اللي هي العكس تماما والسوابت موجودة والدنيا طبعا محدش مفوش عيوبة عشان نبقى متفكين بس بتكلم على الأقل بالنسبة للشخص ده ربنا عوضوا بالطريقة اللي تمشي مع شخصيته أو بتمشي مع شخصيتها وبيسيبوا الناس دي تضيع منهم عشان قطر إن هما حاسين دايما إن إحنا مظلومين وفي نفس رؤية هما بيكونوا وده النوع التاني النوع التاني بيكون حاسس إن هو مظلوم بس هو بيبقى خايف خايف يغير خايف يعني مثلا هو في شغل مش مرتاح فيه وشايف إن هو فيه ظلم جامل نزل عليه بس هو مش قدر يغير لأنه خايف إن هو يكسر حتة الستابلتي أو اللي هي الحياة بالنسبة له إن هو ظروفه أو ظروفها صعبة فهي مش قادرة إنها تغير فهي مضطرة إن هي تستحمل بس at the same time ده بيخليها إن هي مخنوقة أكتر أو حاسة بالظلم أكتر أو حاسة إن الحياة مش عادلة أكتر لأن كل ما بتشوف الظلم اللي وقع عليها مثلا في الشغل ده أو في المكان ده كل ما بتحسها دين الحياة مش fair أو مش عادل فده بيخليها إن هي في نفس الوقت هي خايفة فهي بتبقى كده حاجات مختلطة مع بعضها بتخلي الناس دي دايما حاسة إن هي مش عارفة تتحرك الغلط بقى من الفيديو ده كله إن أنا عايزة أقول إن إحنا دايما بإدنى إن إحنا نقدر نغير لإنه إحنا لو ركزنا شوية هنحس بالعكس أنا آه ممكن تكون الستابلتي بتاعتي مثلا وقفة على الشغل ده بس at the same time أنا مش مدية نفسي أو خوفي إن أنا أغير بيخليني إن أنا موجودة في الشغل ده فكل ما بروح الشغل ده برجع منه مثلا مخنوقة أو مدية أو حاسة إن هو it's unfair أو حاسة إن هو ماينفعش فده بيخليني إن أنا down at the same time down يعني مكتئبة فمش أدرة إن أنا أنتك في حاجات أخرى أو إن أنا أفتحيني على حاجات تانية أو إن ممكن تكون قديمي ببين أو سكك تانية أنا مش أدرة أشوفها من كتر ما أنا down أو depressed لو ركزت شوية هحس أولا مش هقول طبعا يعني في ربنا وفي كلام ده كله مثلا أنا بتكلم دلوقتي مع ناس كتيرة في ناس كتيرة ما بتؤمنش بوجود ربنا وهتقولك ده مش عادل والكلام ده كله أنا طبعا مقتنع تماما ربنا لي خطة ولي بلان والكلام ده كله فده مش مجاله إن إحنا نتكلم عليه دلوقتي مش هقولك يعني سبها في إيد ربنا وجرب وشوفه كده لأن أنا تاني مش هو ده المجال اللي إحنا هنتكلم فيه بس اللي أنا عايز أقوله إنك لو إنت خدت الرزق أو المخاطرة مرة واحدة فيه احتمال كبير لأن أنا عندي ثقة تماما إن فيه عدل حتى لو هو تأخر هو موجود فإنت حتى لو خطرت حتى لو سبت شغلك حتى 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 تأكد إن فيه سكك تانية هتتفتح تأكد إن إنت هتكون مرتاح نفسيا ممكن تكون قلقان لأنك مش عارف هتعمل إيه الشهر الجاي أو هيحصل إيه أو كلام ده كله بس 99% من الناس اللي بيحصل معاها كده تأكدوا بعد كل الظلم ده تأكدوا إن ربنا بيفتح سكك بطريقة وأكيد فيه منكم كتير يعني شاف أو بتلاقي نفسك إنك فكرت أو بتلاقي نفسك إنك عندك وقت إنك تعمل حاجة ممكن توصلك لحاجة تانية جمدة جدا فدايما الموضوع بإيدينا دايما الموضوع بإيدينا الناس اللي هي دايما حاسة إنها مظلومة ومأهورة ومعندهاش بقى يعني مثلا تاني واحد مثلا انفصل عن مراته أو واحدة انفصلت عن جزهة ودايما شاف إن هي مركزة دايما على الطرف الآخر شوف هو بيعمل إيه شوفي هي بتعمل إيه 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 عارف فدايما العين على الطرف الآخر وعلى الظلم اللي هو بص بيقول إيه على الفيسبوك ده هو كده فدايما عيني عارف إن آه أنا عارف إن ممكن يكون الطرف الآخر ظلمك أنا مش 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 هتكلم معك بحاجة زي كده بس أنا بتكلم أنت مفروض إن أنت تفكر بطريقة مختلفة يعني ممكن يكون ربنا معوضك مديك حاطت سكك أو حاطت حاجات قدامك بس أنت عمرك ما هتشوفها لغاية ما الحاجة دي هتضيع وهتقول برضو ياه ده أنا تظلمت ده ده شفت الشخص ده جيلي وربنا أخده مني لأ هو ربنا ما أخدهوش منك هو أنت اللي ضيعته من إيدك ففرق كبير جدا فتاني مش هتكلم على اللي ربنا مدي لهم أو اللي ربنا يعني إحنا بنبعرفين إن هم عندهم السوابة بايزة خالص ما عندهمش الضمير مش موجود يعني في حاجات وبكل أسف يعني إحنا بنقابل ناس قدقيه إن هم في منتهى اللطافة والجميل واللزيزة وقدقيه ناس جميلة وبتتفاجئ مثلاً بالناس ده بوشة تاني خالص في أماكن تانية سواء مثلاً في شغلها سواء في حياتها مع جوزها سواء في بيتها يعني بتتفاجئ بحاجات مش هي دي الشخصية اللي إنت كنت شايفها فالبيوت أسرار يا جماعة اللي إحنا بنشوفه برا مش شرط إن إحنا نشوفه أو مش بيكون نفس الشخص فما تبصوش وما تاخدوش بالمظهر ما تهدوش بالأنا فكرة إن أنا بفترة كنت في وقت شغلي وكنت محتاجة أو ساعات أكتر وكلمت حد طلبت منه تروا أنا عايزة مسلاً ساعات أكتر أو كده ريتوا بيبقى ميري تشالسي عايزة ساعات اللي هو إيه المشكلة يعني فاهم إيه المشكلة فالناس بتاخد بالمظهر الناس بتقولك رأ إزاي ده هي بتعمل وبتعمل وبتعمل بس مش بيبصوا لأ هي ممكن هي في الآخر هي بني أدمى عندها ظروف عندها حياة عندها التزامات عندها حاجات أخرى وممكن فعلا تكون محتاجة ساعات لأنها عايزة تزبط حياتها بطريقة مختلفة أو بطريقة مناسبة أو لها دماغ يعني فالناس دايما بتاخد بالمظهر كلنا بنتزنق وكلنا بيمر علينا أوقات بنبقى داون اللي انتوا بتشوفوه على الفيسبوك والسور والكلام ده كلنا بتكلم بصفة عامة مش هو بتكون الحياة الحياة مختلفة الحياة طف الحياة فيها بس at the same time إحنا اللي بنقدر تاني نتحكم في حياتنا إحنا خفنا من التغيير خفنا إنه مافيش option تانية خفنا إنه هو ده آخر الدنيا طب ولو حصل ولو حصل والتفكير الزيادة ده اللي بيوقع سنين طويلة وكتيرة من عمرنا إحنا مش عارفين نفكر فيها صح تاني يا جماعة خليكوا انتوا تقدروا مفيش حاجة اسمعها أنا مظلوم أو ممكن تكون الحياة مدتكش اللي انت شايفه في حد تاني دي احنا مش هنتكلم فيها دي حاجة أرزاق بتاعت ربنا بس تاني انت بإيدك تغير كل حاجة حتى لكن عندك مشكلة خايف عندك مشكلة stability risk الكلام ده كله دي مشكلتك انت مش مشكلة الحياة تماما شكرا للمشاهدة